سلام للجميع من اخوكم هيسا متمنى منكم بس قبل ما نبلش الفيديو تدعمونا بس بلايك متل ما عم نشوف يا جماعة كسافة القصف الاسرائيلي على مراكز حزب الله على مستوضعات حزب الله ومتل ما هون معم نشوف هيدا توغل اسرائيلي داخل الاراضي اللبنانية اليوم بدنا نشوف كيف حزب الله عم يترك سلاح وعم يترك منصات صاروخية كان جاهز للاطلاق خلونا نشوف الصور والفيديو حنقلكم التفاصيل تنشوف شو كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفخي أدروي القضاء على قائد منطقة الطيبة التابعة لمنظمة حزب الله الارهابية في جنوب لبنان في جنوب لبنان استهدف الطائر تابع لسلاح الجو بناء على توجيهات الفرقة ١٩٩ الإرهابي المدعو محمد إحسين رمال قائد منطقة الطيبة في منظمة حزب الله الارهابية المدعو محمد كان يشرف على مخططات إرهابية عديدة ضد دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع الاسرائيلي في الميدان بالإضافة إلى ذلك عسرت قوات لواء سبع على منصات إطلاق صواريخ مجهزة لإطلاق نحو البلدات في شمال إسرائيل وقامت بتدميرها في الوقت نفسه تواصل قوات الفرقتين ٣٦٩ العمل في جنوب لبنان حيث عسرت القوات على كميات كبيرة من الأسلحة التابعة لمنظمة حزب الله الارهابية بما في ذلك بنادق قنص معدات قتالية كثيرة منصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ بركان جاهزة للاستخدام يعني متما منفهم يا جماعة أن حزب الله كان مجهز هذه المنصات للإطلاق ولكن يمكن بسبب القصف الإسرائيلي إذا كان مدفع أو جوي تركوا حزب الله هون الأسلحة وتخبوا بشلفة ونحن يا جماعة متما منعرف أنه إسرائيل عنده جميع الأنواع الأسلحة إذا كان بالأرض بالجو والبهر عنده كل شيء حزب الله ما عنده شيء عنده بس هالمسيرات وهالكم الصاروخ اللي تلتة ربيعهم إذا ما تسعين وخمس وتسعين مئة عم بيتفجروا بالجو خلونا نتقل لموضوع تاني بحسب تقدير رئيس الأركان الإسرائيلي أنه في 1500 قتيل لحزب الله خلونا نشوف التفاصيل رئيس الأركان في جنوب لبنان تقديراتنا تشير إلى أن هناك حوالي 1500 قتيل من عناصر حزب الله هذا الأمر إلى جانب قونهم يستسلمون هي بمثابة إنجازات مهمة مثل ما بنعرف يا جماعة من قبل ما يصير في الهجم الكبير على حزب الله بالجنوب اللبناني كان حزب الله بس لما يمثله ثلاثة أربعة خمسة كان يحط صورهم كان يقول على طريق القدس ولكن من وقته حزب الله عم بيتكتم ليش عم بيتكتم بحسب تقدير الشخصي لأنه إذا حزب الله بيطلع هايدي الأرقام من القتلى لإله الشعب الجنوب اللبناني حيقوم ضده فبيقول لك حزب الله شو بدي بها الشغل بعدين ما ننسى هلأ حزب الله بلا قيادة وبلا قادة سنكملكم عقد رئيس الأركان الجنرال هيرت سيهيل في هذا الأسبوع الأربعاء تقييما للوضع وجولة في جنوب لبنان مع قائد المنطقة الشمالية وقائد الفايلك الشمالي ومنظومة المناورة البرية وقائد الفرقة 36 وقادة ومقاتلي الفرقة رئيس الأركان نحن مصممون جدا على ضرب حزب الله بأكبر قوة ممكنة لقد ضربنا له كل طبقة القيادة العليا وأنتم تضربون هنا كل الطبقة القيادية المحلية هناك أضرار كبيرة جدا تم محو سلسلة قيادية كاملة حزب الله يخفي قتله ويخفي القاضة القتلى تقديراتنا تشير إلى أن هناك حوالي 1500 قتيل في صفوف عناصره ونحن نضع تقديراتنا في النطاق المحافز أعتقد أن هناك أكثر ونحن لا نعرف وذلك بيأتي من خلال الكثير من الغارات أنا يا جماعة وقتا كنت أقول لكم أنه يوم 8 أكتوبر سنة 2023 هو يوم أسود بتاريخ حزب الله هو يوم بداية نهاية حزب الله هو يوم نكسي لحزب الله يعني أنا بدي أسألكم هلأ حزب الله من سنة لليوم شو استفاد ما استفاد شيء قيادي كله تم اختيالهم حسن نصر الله تم اختياله حزب الله هلأ بلا قياده وبلا قادة مستوضعات حزب الله صواريخ يعني تقريبا أكتر من نصهم تم تدميرهم مستوضعات بالقاع بالجنوب حتى بالضاحية وأنا قلت لكم يا جماعة قلت لكم والمتابعين اللي بيعرفنا بيعرف هيدا الشيء إنه حتى لو حزب الله وقف القتال ضد إسرائيل إسرائيل ما رح تقول له أوكي مش الحال حتظل مكملة على حزب الله فأنا اللي بشوفه يا جماعة إنه إسرائيل حتظل مكملة للأخير يعني متل ما شفنا قيادات حزب الله انتهوا مخازن حزب الله بالجنوب اللبناني عم بيجوا الجيش الإسرائيلي ويحملوهن يخدوهن معهن على إسرائيل ونحن أرجيناكم فيديو كيف عم بيحمله بالشيحنات عم يخدوهن وحتى رجمات صواريخ عم يخدوهن على إسرائيل يعني ما عم بيضال شي عنده حزب الله وفي عنكم تصريحات إسرائيلية بتقول إنه مخزون حزب الله للصواريخ وصل لتلته يعني ش 33 بالمية أما إنه حزب الله متل ما وعدكم إنه وقت تخلص الحرب إنه يرجع يعمر لكم ويضبط لكم بيوتكم أنا قلت لكم مين بيضمن لكم إنه وقت تخلص الحرب يضل في شي اسمه حزب الله فعشان هيك أنا اللي شايفه حزب الله ما رح يكون موجود ليعمر لكم ليوفي بوعوده إيران ولا ممكن تحط دولار للجنوب اللبناني هيدا على الأكيد هلأ مين رح يعمر الجنوب اللبناني يعني أنا صراحة يعني ما في نقلكون شي ما عندي إيه ما بعرفه ما إني متوقع ما ما في نقلكون إيه بس إنه على الأكيد الأكيد حزب الله وإيران ما رح يعمره الجنوب اللبناني تنكملكن كونهم يستسلمون يعني شيئا عن الحالة المعنوية لديهم يعني شيئا عن مستوى قتلاهم عن الثقة بالنفس عندهم ويعني شيئا عن الجودة التي وصلتم بها إنهم يدركون إن الأمر انتهى لا مفر ظهورهم إلى الحائط وهذه هي المرحلة التالية لذلك أعتقد إن القتال صائب جدا وهو يوصل رسالة صحيحة صدقوني يا جماعة صدقوني يعني أنا يعني هذه التحليلات الشخصية وتوقعاتي إنه هلأ المقاتل تبع حزب الله اللي عم بيقاتل بالجنوب اللبناني بينه وبين نفسه أو بينه وبين الجنود اللي معهم يعني عم بيقولوا نحنا ش بدنا بهالحرب وش بدنا بغزة وش بدنا بإيران يعني دمر الجنوب اللبناني عم بيروح منهم قتلة بلاوة أهلهم عم بيروحوا على مناطق تانية بلبنان ونحنا معنا أي أشكال يعني نحنا نحنا مع الإنسانية ولكن حزب الله ما ترك إنسانية محل حزب الله ما دل شغلة إلا مع ملا ضد اللبنانيين وضد الدولة اللبنانية ونحنا كنا دائما نقول لكم إنه الشعب الجنوب اللبناني ما في يحكي يعني ما في يحكي ضد كان ضد حسن نصر الله أو ضد حزب الله لأنه تعرفوا حزب الله حزب إرهابة بيهدد شعبه عنده سجون ولكن اليوم أو من أسابيع أو من شهر عم نشوف أصوات من الجنوب اللبناني من الضاحية ضد حزب الله وأنا من هون بدعي العقلاء من الجنوب اللبناني طلعوا أحكوا ليش بعدكم خايفينين طلعوا أحكوا حزب الله بأيامه الأخيرة طلعوا يخيقولوا نحنا تركنا حزب الله نحنا ما بدنا حزب الله نحنا بدنا نعيش بدنا نعمر بلد بدنا مستقبل لأولادنا بدنا بدنا عرفتوا كيف نختم لكم ونقل لكم شؤال رئيس الأركان الإسرائيلي أعتقد أن إيران أيضا لا تفهم ما يحدث لحزب الله هنا وهذه هي زراعه الأساسية التي اعتمرت عليها وهذا أمر مهم جدا الآن نحن نسعى لأن تكون هناك مفاجأة صعبة جدا لحزب الله كل يوم وستحضرون مفاجآتكم المفاجآت تعني تحقيق الإنجازات ومنع إنجازات من حزب الله يا جماعة أنا اللي كنت لكم يا وهلا عم برجع لكم يا إنه إيران عم تخسر أهم أزرعه بالشرق الأوسط خسرت أول شي حماس هلا عم تخسر حزب الله وأنا اللي بتوقعه وبدت لكم يا إنه بعد ما يخلصوا نهائيا من حماس وحزب الله أو بس لما يشوفوا أنه حزب الله بلاش هيك يعني ينهار على آخر حينتقلوا على سوريا على الميليشيات الإيرانية ما تبقى منهم وكمان أهم شي الحجد الشعبي الحجد الشعبي إرهابي ومجرم أكتر من حزب الله وأكتر من حماس وأكتر من الحوسيين بعدين مثل ما قلت لكم إنه يعني بعيد من عندكم عندكم عقربين بالبيت ما فيكم تتخلصوا من عقرب واحد وتتركوا العقرب التاني يأذيكم نفس الشي إسرائيل ما فيها تتخلص من حماس وتترك حزب الله بالجنوب اللبناني يعمل أمتى ما بده 7 أكتوبر بالشمال على إسرائيل ونفس الشي كمان بالميليشيات الإيرانية بسوريا وبالعراق عند الحجد الشعبي كمان ما فيها تتركهم لازم تتخلص منهم لأنه عندكم الحجد الشعبي كل مرة بيبعث له مسيرة كل مرة بيبعث له صاروخ عرفتوا كيف يعني اللي بدأ لكم إيه إنه إسرائيل عم بتخلص جبهة ورد تاني خلصت من حماس بشكل 90% عم بتخلص هلأ حزب الله 60-70% بس لما أصيرت إنه يتخلصوا من حزب الله بنسبة 90% أنا اللي بشوفه هينتقلوا نحو سوريا والعراق ونحن أكيد نتمنى السلامة للجميع المدنيين بجميع المناطق الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر